بعد تخطي عدد الوفيات من الكوليرا العشرة حالات وصلت الدفعة الأولى من اللقاح إلى لبنان بهبة فرنسية 13.440 جرعة استلمتها وزارة الصحة من شركة سانوفي كدفعة أولى من اللقاح من أصل 600.000 جرعة قادمة باعا ولهذه الغاية عقد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في راس الأبيض مؤتمرا صحفيا بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان أنجريو وممثلين عن منظمة الصحة العالمية ما رأيك بحصر هذا الوضع؟ ما في شك أنه الأمر جيد الذي حصل اليوم وهو وصول 13.400 جرعة من اللقاح طبعا هو بداية الغوث مثل ما بيقوله وطبعا في 600.000 جرعة جيين على لبنان كمان بالقريب العاشق إذا نحن ما عالجنا المشاكل اللي وصلتنا لهم من موضوع تأمين المياه السليمة من موضوع الصرف الصحي وغيره حتى لو قدرنا نحن نوقف في الكوليرا ممكن بكرة نشوف أو بيئة أخرى بتجي على لبنان ولكن على الأقل ما في شك أنه يعني توفر اللقاح حيكون لنا مساعدة كتير كبيرة على جهدنا للحد من انتشار الوباء عم نشوف المساعدات والهبة اللي عم توصل هيدا بشرة خير أنه لقدام رح يوصل جرعات تانية ما في شك يعني نحن شركائنا إن كان يعني أصدقائنا الدول مثل فرنسا أو المنظمات الدولية عم توقف جمنا وخاصة أنه نحن ما ننسى يعني أنه نحن لكل لبنان حاملين عبء كتير كبير وهو عبء إخواننا النازحين هل اليوم المواطن اللبناني فيه منصة بيحصل مننا على اللقاح مثل ما شفنا بلقاح الكورونا؟ لا الموضوع حيكون أسهل بكتير من هيك نحن حيكون بالمناطق اللي بدنا يعني نوزع فيها اللقاح حيكون في حملة هيدا الحملة حتكون من باب لباب مثل ما نحنا كنا نعمل بحملات مثلا يعني شلل الأطفال لقاح شلل الأطفال أو غيرها بدورها غريو أشارت إلى مساعدة فرنسا والاتحاد الأوروبي لبنان ووقفهما إلى جانبه للنهوض بالقطاع الاستشفائي فرنسا وإلى جانبها الاتحاد الأوروبي ستساعد مؤسسات المياه في لبنان لكن المشروع بحاجة لتمويل إذ إن الكوليرا ظهرت نتيجة اهتراء البنى التحتية مدير شركة سانوفي في لبنان مروان شريف أكد على وقوف الشركة إلى جانب لبنان وتكثيف الجهود للحد من انتشار الوباء هو اليوم دعم أهميته بيأتي أنه أجا بمتل ما ذكرنا بالمؤتمر الصحفي أجا بفترة كتير سريعة وهيدا سيستعمل للمرحلة الأولى من التلقيح لأكثر عرضة الأولوية في توزيع اللقاحات ستكون للمناطق التي يسجل فيها العدد الأكبر من الحالات على أن تنسحب في وقت لاحق على باقي المناطق أصول أول دفعة من لقاح الكوليرا كهبة فرنسية يكون لبنان وضع على سكة في مكافحة انتشار الوباء فهل ستنجح وزارة الصحة في التوزيع العادل له من أمام وزارة الصحة لارا صالح أن بي أن